الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة الأحباب أياتها الأخوات الكريمات وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع أدعية نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان وهي من أدعية القرآن الكريم وأدعية القرآن الكريم لها خصوصية أنها وردت في القرآن الكريم ومن هذه الأدعية المباركة التي جاء فيها من الأحاديث ومن الفضائل ما يجعل الإنسان يجري خلفها ويتمسك بها ويجعلها ديدنة في دعائه هي خواتيم سورة البقرة ولها فضل كبير خواتيم سورة البقرة والدعاء من عند قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذا هو الدعاء دعاء من روائع الأدعية ومن جوامع الأدعية ويكفي أن الله ختم به البقرة ليكون ختام البقرة مسك بهذا الدعاء وقلت أن نزل فيها من الفضائل الكثير وليس مقام الآن مقام ذكر فضائلها ولكن أريد أن أقف بكم على معنى هذا الدعاء ومن ثم من لم يحفظه بعد أن يحفظه ومزيت أنه في القرآن الكريم أن يمكن أن تقرأ به في صلواتك بعد الفاتحة ليثبت في قلبك وذينك وعقلك ويكون دايدنك في أدعيتك باستمرار الدعاء يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الإنسان بطبعه مقصر الإنسان بطبعه ضعيف الإنسان بطبعه يعتريه الخطأ ويعتريه النسيان وهذه شيء في الطبيعة البشرية وفي الجبلة البشرية وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يؤاخذ الناس عليها لأنها في الجبل ولكن الإنسان إذا أخطأ أو نسي عليه أن يصحح هذا الخطأ وأن يصحح هذا النسيان ولا يستمر فيه هو مجرد أنه يحدث بسبب النسيان أو الخطأ لا شيء فيه ولا يعاقب الإنسان على مجرد الخطأ والنسيان ولكن قد يعاقب الإنسان إذا استمر فيه لأنه في الحالة دي استمراره يخرج خارج دائرة الخطأ والنسيان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعني الأمر تستكره عليه فالأمر الذي تستكره عليه لا يحاسب الله الله عليه سبحانه وتعالى فهنا من الدعاء ربنا لا تآخذنا بما نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصر الإصر هو العبء هو الثقل هو الشيء الذي يقعدك ويحجبك عن أن تتحرك وأن تفعل الشيء يعجبك ويقعدك يجلسك في مكانك ويجعلك أقرب إلى العجز منه إلى الحركة فقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا والإصر كان في شكل عقاب يعني قيل أن كان مما شدد الله به على بني إسرائيل قيل أن الذنوب كانت تكتب على جباههم الله أعلم بهذه الأقوال ولكن المعلوم بغير موضوع أن تكتب على جباههم يمكن أن يكون أنه كانت معالجة الأشياء عندهم في تشديد عليهم بسبب ظلمهم وتعنتهم مثل ما قيل مثلا تطير البقعة التي أصابها النجاسة في الثوب هو قطعها من الثوب وشيلها منه وكانت من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم مثل هذه العقوبات الشديدة هذا هو الإصر ولذلك قال وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَى كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مِنْ الْعَمَلِ يبا هنا اللي فاتت كانت العقوبة والثانية كان العمل وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ يعني انظروا مثلا كالحديث الذي وردت أنه كان ممكن التكليف بالصلاة يكون خمسين صلاة ويعني أنا لا أميل أن يكون في بداية التكليف شيء ليس في طاقة البشر ولكن بفرض أن هذا صحيح فهذا هو الذي ليس في طاقة البشر فربنا يخففها إلى ما يكون في طاقة البشر ليه لأن الآيات أصلا مبتدئة بقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت فمن دعاء المؤمنين ألا تحملنا ما لا طاقة لنا به من العمل شيء ما نستطيعوه مثل الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال حج قال أكل عام يا رسول الله فسكت قال أكل عام يا رسول الله فسكت قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ولو ما استطعتم لكفرتم فما أمرتكم به فأتوا منهم استطعتم ما تجيبوش على نفسكم عمل لا تطيقونه فيما بعد ولذلك قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف والأعمال التي نعجز عنها فإذا عجزنا عنها يكون ذلك موجب للعقوبة ولذلك التكاليف كلها في استطاعة الناس هي الناس العادية فإذا حصل لشخص ما عذر ما من مرض أو سفر أو كذا جاء مع ذلك رغم أن أصل التكاليف في الاستطاعة لكن إذا كان هناك فرض حالته الخاصة تجعل التكاليف شق عليه عندها تأتي الرخصة ولذلك قال علماؤنا المشقة تجلب التيسير وما ضاق أمر إلا التسع وأصل العبادات كلها قائمة على التيسير كما قال ربنا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر شوف ربنا يقول له يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر إذن الدعاء هنا يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولذلك الثلاث مطالب بعد بعدها هيتناسب مع الثلاث أسئلة ثلاث مطالب من الله بثلاثة رجاء فعندنا مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في مقابلها واعفوا عنها لأن اعفوا عن الخطأ والنسيان والعفو هو أن لا يحاسبك الله عليها نهائيا ولا يعتبرها ذنب من الأصل يعني هي مثل ذنب أصلا فلا يعتبرها لك ذنب يعفوا عنها هذا هو معنى العفو لذلك العفو هنا جاء مناسب للخطأ والنسيان فاعفوا عنها واغفر لنا الغفرانة لما استحق العقوبة ربنا ولا تحمل علينا إصر الإصر هو العقوبة الشديدة التي كانت على الذنب فالذنب ثابت والعقوبة واجبة فيها ولكن الطلب يعني بدلا ما كان إصر وكان ثقيل العقوبة لا أنت بتطلب من الله يغفر الذنب كله ويرفع العقوبة كلها فاعفوا عننا الخطأ والنسيان واغفر لنا الذنوب التي ارتكبناها وارحمنا والرحمة نسب إيه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فكونوا لا يحملك ما لا تطيق ولا يكلفك إلا ما هو في وسعك لأنه رحيم فالرحمة هي التي جعله إلا حملك ما لا في وسعك لو لم يكن يرحمك فلذلك لو تنظروا هذه الثلاثة في مقابل الثلاثة اعفوا اغفر ارحم اعفوا في مقابل الخطأ والنسيان اغفر في مقابل القص ارحم في مقابل عدم تحميلنا ما لا طاقة لنا به واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من لنا غيرك أنت سندنا أنت ولينا أنت حسبنا أنت نصيرنا وإن لم تكن أنت ولينا ولا نصيرنا فلا ولي لنا ولا نصير من الناس مهما كان الناس فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ليس شرط أن يكون في ميادين القتال والمعركة يمكن في ميادين الحجة والبرهان لأننا بندعي أن ديننا هو الدين الخاتم وهو الصحيح ونريد أن نبلغه للناس بأبلغ بيان وأبيان حجة تدل على صحته وتدل على أنه من الله وهذا يحتاج إلى ولاية الله ونصرته لنا ليثبت أقدامنا وأن يلهمنا حجتنا وأن يجعلنا خير دعاة لهذا الدين فهذا الدعاء يشمل الدنيا والآخرة ويشمل الأحوال ويجعل الإنسان في عافية ويجعل الإنسان في سعة من أن يعاقب على ذنوب ارتكبها ولذلك هذا الدعاء مهم جدا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراء كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أدو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبل ما مضى من رمضان وأن يوفقنا لما تبقى فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين